السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى أن تكونوا في أفضل الأحوال في هذا الفيديو سوف نتمم الرئيس تشخيص المستوى الخامس سوف نتطرق لأنشطة الهندسة لنبدأ على بركة الله التمرين الأول هل المستقيمين متوازيين هذين المستقيمين متوازيين نعم و هذين المستقيمين لا هذين المتوازيين غير متوازيين متوازيين هل المستقيمين متعامدين بالنسبة لهذين المستقيمين ولو أن هذا المستقيم غير ممدد إذا مددته بالمستارة فهنا ليست عندي زوية قائمة لا هذين المستقيمين ولو مددتهما لن أحصل على زوية قائمة أيضا لا هذا يبدو كأنه عمودي لكنه ما إن نوعا ما باستعمال المزوات نتأكد هو غير عمودي وهنا أيضا لا هذا هو المستقيم العمودي التمرين الثاني أكمل بما يناسب هذه دائرة هذا مركزها مركزه هذا الضلع بأكماله قطر وهذا الصغير نصفه الشوعة التمرين الثالث أتمم الجدول بحرف الشكل المناسب نبحث عن المربعات والمستقيلات متوازية الأضلع والمعينات إذن كل حرفين على حدة أ هنا عندنا زوية قائمة وأضلع متقايسة إذن هذا مربع بالنسبة لبي لدينا زوية قائمة لكن الأضلع غير متقايسة هذين الضلعين متقايسين وهذين الضلعين متقايسين إذن هذا مستقيل ولو أنه يبدو مثل المربع لكنه مستقيل السي مربع أضلع متقايسة وزوايا قائمة الد معين الأضلع متقايسة لكن الضلع غير قائمة فهم معين بالنسبة لأ هو أيضا معين أضلعه متقايسة والزوايا غير قائمة ف مستقيل هذا الضلع له نفس قياس الضلع المقابل وهذا الضلع يقايس الضلع المقابل لها أيضا إذن F مستقيل الضلعان متقابلان متقايسان وأيضا هذين الضلعين متقابلين لكن الزوايا ليست زوايا قائمة هذه الزاوية هي نفسها الزاوية المقابلة لها وهذه الزاوية لها نفس قياس الزاوية المقابلة لها إذن هذا متوازي الأضلع بالنسبة لأش الأضلع المتقايسة هي المتقابلة والزوايا أيضا كل زاوية متقابلتين متقايستين إذن هو أيضا متوازي الأضلع التمرين الرابع أحسب محيط ومساحة الشكلين أسفله نبدأ بمحيط ومساحة حديقة مربعة الشكل طول ضلعها 7 سنتيمتر إذن نبدأ بالمربع المحيط هو هذا الضلع يتكرر مرة الأولى مرة الثانية مرة الثالثة والمرة الرابعة يعني الضلع يضرب في أربعة سبعة نضربها في أربعة تعطينا 28 سنتيمتر بالنسبة للمساحة فهذا الضلع يتكرر على مدى هذه المساحة بأكملها يعني السبعة تضرب في سبعة تعطينا 49 سنتيمتر مربع نمر لمحيط ومساحة ملعب على شكل مستطيل طوله 9 سنتيمتر وعرضه 4 سنتيمتر المحيط هو الطول زائد العرض لكن الكل مرتين لماذا مرتين لأن عندي طول آخر وعرض آخر الكل في اثنان 9 زائد أربعة الكل مضروب في اثنان 9 زائد أربعة 13 مضروب في اثنان 26 سنتيمتر بالنسبة للمساحة مساحة المستطيل هي الطول مضروب في العرض يعني الطول في العرض 9 ضرب أربعة يساوي 36 سنتيمتر مربع نمر للتمرين الخامس لاحظ المجسمات ثم أتمي من الجدول نبدأ بالمجسمة هو مكعب عدد الأوجه 6 قلنا هذه القاعدة مرارا يمين يسر أمام وراء أعلى أسفل الكل 6 عدد الرؤوس 8 لدينا أربعة في الأعلى وأربعة في الأسفل 8 بالنسبة للأحرف لدينا 12 حرفا لدينا في الأعلى الأول الثاني الثالث والرابع مثلها في الأسفل 1 2 3 4 إذن 4 وأربعة ولدينا بشكل عمودي 1 2 3 4 إذن 4 في الأعلى 4 في الوسط وأربعة في الأسفل الكل 12 المجسم الثاني ب هو متوازي المستطيلات عدد الأوجه بنفس طريقة المكعب أعلى أسفل يمين يسار أمام وراء 6 وعدد الرؤوس بنفس طريقة المكعب 4 في الأسفل وأربعة في الأعلى الكل 8 كذلك عدد الأحرف لدينا 4 في الأسفل 4 في الأعلى وأربعة في الوسط بشكل عمودي الكل 12 المجسم الأخير س هرم عدد الأوجه لدينا قاعدة في الأسفل هذه الأولى ولدينا أربعة أوجه جانبية على شكل متلاتات إذن أربعة زائد واحد خمسة إذن خمسة أوجه الرؤوس عندنا أربعة في القاعدة وواحد في الأعلى خمسة أيضا بالنسبة للأحرف لدينا في القاعدة واحد اثنان ثلاثة أربعة ثم بشكل مائل لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة الكل يعطينا تمانية وهكذا أعزائي نكونوا قد أنهينا إنجاز هذا الجزء من هذا الرئيس التشخيصي أنشطة الهندسة في الفيديو القادم سوف نتطرق لأنشطة القياس أترككم في رعاية الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة